أعزائي مشاهدين برنامج دار الطبيب أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال بناءً على رغبة السادر مشاهدين المتزايدة في استضافة النخبة في تخصص النساء والتوليد وبالأخص في جراحة الأورام النسائية جراحة الأورام النسائية من فترة مش قليلة كانت مشكلة كبيرة جداً لغاية دخول عالم المناظير حيشرفني النهاردة ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور يوسري النواعم استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو الجمعية المصرية للخصوبة وعضو الجمعية المصرية للمناظير النسائية انتظرونا خير يا دكتور يوسري شكراً لها دكتور يوسري في البداية عايز أعرف من حضرتك يعني إيه ورام ليفي لأن في أبحاث صدرت وفرق الإعداد رجاحها معي بتقول إن من 20% إلى 50% من السيدات ويصابوا بالورام ليفي في البداية عايز أعرف من حضرتك يعني إيه ورام ليفي هو ورام ليفي هو ما أقدرش أقوله يعني هو كلمة ورام هو جزء متضخم من أي مكان في الجسم حضرتك لو أنت عندك تخبط في إيدك فأنت إيدك ورمة فجزء متضخم فورام ليفي هو جزء متضخم من عضلة الرحم ورام ليفي ولكنه إحنا تلموا إن إحنا قلنا إنه هو ليفي فهو إن شاء الله بإذن واحد أحد فهو حميد هو بيتقسم إلى أقسام عندنا ثلاث أقسام منه أو ثلاث أنواع منه إما إنه خارج الرحم إما إنه ورام ليفي داخل عضلة الرحم إما إنه ورام ليفي في تجويف الرحم طبعا الخطورة بتختلف من كل نوع للتاني طيب خليني في البداية أعرف من حضرتك في كتير من السيدات بيبقوا مصابات بالورام ليفي وفي نفس الوقت هم مش عارفين ومش عندهم أعراض واضحة لما بتجي لحضرتك سيدة بتبتدي يبقى فيه اشتباه عندها في الورام ليفي إزاي بتتبع خطوات التشخيص إزاي يا دكتور بحيث إنك في الآخر تكرر يعني يبقى الموضوع منتهي إنها مصابة بورام ليفي ما يبقاش مجرد اشتباه هو بالضبط حضرتك أنت تكلمت كلام صحيح جدا إلا إن السيدة ما بتبقاش عارفة إلا إنها عندها ورام لوفي لأن الورام الليفي أو الورام اللوفي ده ما هو إلا حاجة حميدة وليست حاجة لها أعراض متزايدة دي نمرت واحد نمرت اتنين إنها طبعا هو وسائل التشخيص عندنا كان زمان بنعتمد على الوسائل الكليميكية على الآيدي وحصية الآيدي وبتاعه والفحص أمراض النساء ولكن دلوقتي مع التطور بوجود عندنا الموجات الفوص الصوتية سواء كانت الموجات الفوص الصوتية السنائية الأبعاد أو السلسية أو الربعية الأبعاد فدي بتسهل لنا جدا موضوع التشخيص ودي بتبقى بداية التشخيص عن طريق أي موجات صوتية موجود جهاز الموجات الصوتية اللي موجود فيه أساسا يعني نقدر نقول اعتماد حضرتك يا دكتور يسري على جهاز الموجات الصوتية بيدي حقيقة دليل القاطع في إصابة السيدة بأورام أو لا هو بيؤكد بيؤكد إصابتها من عدم طيب ما بعد التشخيص وحضرتك عرفت أن الحالة أو الكيس مصابة بالأورام اللي فيها عايز أعرف حاك سكرت في بداية الحلقة أن كتير من المصابات بالأورام اللي فيها بيكون أورام حميدة طيب بالنسبة للورم الحميد طريقة التعامل معاه بتكون نفس التعامل مع الورم الخبيس ولا نقدر نبعث رسالة طمأنينة لكل سادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا أن الموضوع لو ورم حميد بيكون أسهل بكتير وحتى طرق العلاق فيه بتكون مختلفة هو نمرت واحد هو بالضبط هو حضرتك قلت لي وقلنا لسادة المشاهدين إلا أن السيدة ما بتبقاش عرفة وإحنا يوم ما بنتأكد حتى إلا أن هناك ورم ليفي فالورم اللي في ليس هو ورم خبيس ده حاجة وده حاجة خالص الورم اللي في ده زيادة في هرمون الإستروجين بيصيب جزء من عضلة الرحم فبالتالي بيت تجبر أو بتنمو نعمة وزائد هذه العضلة هذا الجزء من العضلة نسبة حدوثه هي النسبة العالمية اللي هي واحدة بنذكرها هي بالضبط زي ما حدوثك قلت من عشرين للخمسين لا هي سبعة وثلاثين في المية بالضبط سبعة وثلاثين في المية من الستات مجموع يعني لو عملنا مقارنة بين النسبة العالمية والنسبة في مصر نقدر نقول اللي اتنين ايدينتكال أو منتشابين هي مع بعض بهين جداً وإنا فيش أي مشكلة عندنا هي الموضوع بس مش لازم برضو إن الستة تترعب من هنا حاجة اسمها أورام ليفي لإن في بعض الأورام اللي فيها إيه الكتير اللي احنا ما نتدخلش وما بنعملهاش أي شيء خالص يعني حضراتك أنا قلت الحضراتك إنهمها ثلاث أنواع لو هو خارج الرحم خالص فهو مش هيقصرلي على حاجة غير لو عمل لي أعراض لو عمل لي أمساك عمل لي حاجة في الجهاز الهضمي أو حاجة في الجهاز البولي فهو ده اللي بنبدأ نفكر فيه لو هو داخل عدرة الرحم على حسب وضعه هل يطر هل يطر هيقصرلي في الحمل بعد كده ولا مش هيقصرلي في الحمل بعد كده وبناء عليه نبدأ أن نتصرف أما لو هو في تجويف الرحم فهو ده اللي احنا لازم نتدخل لازم نستقصله إما عن طريق المناظير الرحمية أو وهو ده ما فيش قوي يعني هو دلوقتي احنا بنستقصله عن طريق هو ده السائد ما بيبقاش فيه استخدامات تانية ما فيش دلوقتي استخدامات تانية بالذات للدوع اللي هو فيه لقلب تجويف الرحم هو الاستخدام مناظير المنظر الرحمي وليس منظر البط طيب فيه كتير كتمستات المشاهدين وكتير من الأبحاث المثبتة علميا بتقول إن السمنة المفرطة بتلعب دور حاسم في إصابة السيدة بالورم الرحم أو الأورم النسائية بشكل عام عايز أعرف دور اللي بتلعبه السمنة المفرطة مع السيدة بيكون إيه وإزاي نقدر نتجنب الموضوع ده وفي حالة لو إصابة السيدة بالسمنة المفرطة هل فيه تشخيص أو طرق وقاية من الإصابة بالورم؟ هو معلش هو ده موكر حركة التبطول إلى إن ده جرت العادة على إنه يتقال إن السمنة المفرطة هي السبب ولكن لابد إن أنا أفصل بين حاجتين بين حاجة اسمها تكييسات على المبيض ضعف تبويض أو حضرتك مبيض ورحم تمام المبيض هو اللي بيتأثر عن طريق التكييسات وزيادة التكييسات دي بتنتج من السمنة المفرطة ولكن الورم حضرتك بينتج الورم اللي في كمان ده بينتج عن طريق حساسية لبعض السيدات لهرمون الإسترش اللي هو هرمون الإنساوي العادي فبتزيد نسبة التدخم العضلة فبالتالي بتعملي ورم لوفي وليس هناك علاقة إطلاقاً بين الورم أيوة وبين زيادة وزن يعني ما فيش هواكها مبيض خالص طيب في شكوى بنسبة 90% من السيدات المصابة بالورم وبالأخص كمان اللي قلنا في حالات السوشيال ميديا في برنامج دار الطبيب شكوى عامة إصابتها بقصرة التبول نقدر نقول إن قصرة التبول هو عرض واضح للورم ولا ممكن يكون فيه ده عرض لأشياء كتير أخرى لإن دايماً بيرتبط إن إصابة السيدة بالورم نلاقي في الشكوى مكتوب أنا عندي مشكلة عندي قصرة التبول بشكل مش طبيعي هو بكل أمانة وجود طبعاً ورم هيضغط على أعضاء الحوض ككل فبالتالي هيسبب قصرة التبول ولكن أسباب قصرة التبول كتيرة جداً ممكن تكون التهابات بسيطة في المجرى البولي التهابات في قناة المهبل في حاجات كتيرة جداً ممكن تسبب قصرة التبول فإحنا من نحصرهاش خالص في الورم ولكن هي من ضمن الأرض بيكون الاشتباه الأكبر في الورم أو من ضمن الأرض طيب خليني أن اللي حضرتك مشهد بيحصل مع كتير جداً من السيدات المصابة بالورم بالنسبة لها حلم الإنجاب اختفى أو بيبقى في دمخها في صورة مش الميديا بقى بشكل عام بتبقى فهمة أن أنا إصابتي بالورم معناها أن أنا مصابة بالعقم بشكل أو غير مباشر أنا عايز تعليق حضرتك على الكلام ده إزاي نقدر نطمن السيدات المشاهدين أن الإصابة بالورم ملهاش علاقة بالعقم أولاً ملهاش علاقة إطلاقاً العقم بالورم تمام إحنا قلنا إلى أن إحنا عندنا تلاتة تلاتة نوع برضو بنرجع تاني لنفس النقطة النوع الأول اللي هو خارج الرحم ده هو تملوش علاقة بالعقم إطلاقاً وممكن ما تسدته بتحسش به خالص ويتعيش حياتك كله سليمة زي الفل تمام اللي بتبقى فيه داخل عضلة الرحم آه ده المفروض اللي إن إحنا نشوفه مقدار ضغطه على تجويف الرحم قد إيه ومقدار وجوده في قلب عضلة الرحم قد إيه وبالتالي بيستقصل عن طريق المنزار الرحمي أو بيستقصل عن طريق المنزار الجراح تمام وفي الحالة ديت إحنا لما بنستقصل الجزء ده الورم ده هوت بنستقصله علشان نخلي عملية الإنجاب بعد كده كويسة كده بذكر حضرتك للعلاج باستخدام المناظير واستقصل الورم سواء كان بالجراحة أو بالمناظير عايز أعرف من حضرتك خطوات العلاج بتكون إزاي وعلى أساسها بتحدد التكنيك اللي حتستخدمه بالحال إزاي هاي هو زي ما قلت لحضرتك التشخيص عن طريق الموجات الساطية تمام موجات الساطية زي ما حضرتك عارف هي إنها فيه سنعية الأبعاد وفيه سلسية الأبعاد وفيه ربعية الأبعاد طبعا هو بالطريقة دي احنا ممكن نحنا بنحدد مقدار البعد السلاسي بتاع الورم ده هوت مدى تأثيره على تجويف الرحمي نفسه فبالتالي هل يا ترى ده هيأثر لي على الإنجاب ولا مش هيأثر لي على الإنجاب دي حاجة والحاجة اللي بعد كده هوت برضو عن طريق نفس الإشاعات برضو الموجات الساطية والكلام ده هوت اللي بنقدر إن احنا نحدد هل يا ترى فيه في قلب تجويف الرحم اللي هي زي حاجة زي اللحمية الرحمية يعني ما فيش يا دكتور يسري طريقة سائدة للاستخدام مع الحالات بيكون كل حالة لها كل حاجة اللي هو وطعها كل حالة لها circumstances أو الزروف المحيطة بيها اللي عساسها بتحدد التكنيك المناسب لها بالضبط يعني ما نقدرش إن احنا نقول إن فيه إيجابيات لاستخدام المناظير عن الجراحة أو استخدام الجراحة عن المناظير صح كده؟ لأ هو فيه بعض الإيجابيات لاستخدام المناظير على الجراحة العامة وده نظراً إلى إن فيه إحصائيات كثيرة جداً بتقول إلى إن المناظير بتقلل حدوث التساقات بعد أي عملية ما بيبقاش فيه مضاعفات فبالتالي مش همتبقاش فيه مضاعفات بمضاعفات ممكن تحصل لأي حد ولكن حدوث الالتساقات فيه فاللوبيان تيوبس بتبقى أقل بكتير فبالتالي بيستحسن إلى إن إحنا لو أدرنا إن إحنا نوصل للجراحة بيبقى خير وبركة خلينا نقل لك تخوف لكتير من السادة المشاهدين ما بعد العلاج من الورم كتير بيكون خايف من موضوع الكمباك أو بمعنى تاني إن يتكرر وجود الورم تاني عند السيد سواء كان ورم حميد أو اللي قدر الله ورم خبيس عايز أعرف من حضرتك فهل فيه رشدة استغل وجودك معايا فيها نواجهها لسادة المشاهدين بأهم النصائح والإرشادات للوقاية من رجوع الورم تاني سواء كان ده أو ده هو زي ما حضرتك قلت إنه هو اكتشاف الورم بيبقى أساسا حاجة في الاتنين يا عدم القدرة على الإنجاب واحدة بتدور على الإنجاب يا مثل نمرت اتنين هو بيبقى بمحد الصدفة البحث تمام فرجوع ورم له في مرة أخرى ده وارد بس نسبة حدوثه ضئيلة جدا هو ما بيرجعش عشان برضو الكلام يبقى واضح هو ما بيرجعش ورم لوفي تاني خالص مهي خالص هو بيبقى فيه حت جزء من العضلة في حتة ورم لوفي أقل من الواحد مليمتر أقل من الواحد مليمتر دي تحت تأثير هرمون الاستوشيب ممكن تغبر وده على حسب سن المريضة تمام لو أنا عندي واحدة فوق الثلاثين سنة واكتشفنا أن فيها ورم لوفي وهي عندها فوق الثلاثين خمسة وتلاثين تبينية وتلاثين أربعين هل ديت لما أنا جيت شلت الورم لوفي في الثلاثين سنة أو في خمسة وتلاثين سنة هتوقع إلى أنه هو اللي أقل من واحد ملي هيرجع تاني ورم لوفي أكتر من خمس سنتين شيء مش منطقي بالضغط أما حدوث أو اكتشاف الورم اللوفي فيما بعد سن الاربعين سنة بعد ما تكون ساعة الست اكتملت أفراده سبتها وبعد كده تلاقي أن فيه ورم لوفي ممكن جدا أنه إحنا ما نجيش جنب هذا الورم اللوفي وننتظر حتى دخول المرأة لسن اليأس وبالتالي بيتنتهي هذا الهرمون وبيقف الورم عند هذا الحد دكتور يسري أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين في الفقرة الجاية هنتكلم عن حلم الإنجاب وعن الحلول الجديدة في النساء والتوليد للوصول للإنجاب انتظرونا ورجعنا لكم تاني في لقاءنا الممتع مع الأستاذ الدكتور يسري النوع بسأل خير يا دكتور بسأل دكتور في الفقرة دي أنا عايز أن تقل مع حضرتك لموضوع مهم جدا هي وسائل الإخصاب المساعد حضرتك عارف أن في القاونة الأخيرة كان قبل كده نقدر نقول أن فيه مشكلة كبيرة في حلم الإنجاب كان بيكون عندنا بمجرد عوامل دلوقتي إحنا شايفينها بسيطة جدا كانت زمان عوامل كبيرة جدا تقدي أن احنا نقول للحالة أنك لقدر الله احتمال ضعيف أو أنك تخالف وصلنا دلوقتي لموضوع وسائل الإخصاب المساعد الحقن المجهري يعتبر هو الحل الأمثل للوصول لحلم الإنجاب في البداية أنا عايز أعرف من حقيقة دكتور يسري يعني إيه حقن مجهري بشكل مبسط لي وليسادة مشاهدين هو الحقن المجهري هو من اللفظ بتاعه هو مجهر مجهر يعني ميكروسكوب يبايز أن أنا عندي حاجة وبحقنها تحت الميكروسكوب الحاجة دي إيه عبارة عن بعيدة وإيه اللي أنا بحقنه بحقن حيوان منه ده يسمو حقن ميجهري فبالتالي أنا بوصل مع المدام اللي هي عاوزة توصل إيه يعني مالية الإنجاب لو هي كل الوسائل الأخرى فشلت فأنا بوصل إن أنا بديعه خقير بكبر البوايدات بسحب البوايدات برا وباخد السائل المنوية بافصل حيوانات المنوية أخد طبعا حيوانات المنوية الأمثل وكلمة الأمثل دي بنحط عليها كم خط وبعد كده هول بنحطهم في حط دانا بعد كده هول بنحطهم تحت ميكروسكوب وبنلقح حيوان بوايدة بوايدة بحيوان وبعد كده بنبدأ نحفاظهم ونحطهم في قلب برضو حاجة للحفظ تمام الحفظ بتاعتها وبعد كده هول بنرجع من اتنين لخمسة أيام بعد يومين لخمسة أيام على حسب النمو بتاعت البوايدة عدد ما لا يقل عن ثلاثة لخمس بوايدات ملقحين أو أجنة بذكر حضرتك أنك بنحط عدد مش أقل من ثلاثة لخمس بوايدات أو أجنة بوايدات ملقحة أو أجنة فيه مصطلح وهو تعدد الأجنة ارتبط بشكل كبير جدا مع الحقن المجهري فيه كتير من السيدات اللي بيكونوا عملوا عملية الحقن المجهري بيبقوا يعني بتحمل بعد كده في طفلين وبتوصل لتلاتة عايز أعرف من حضرتك هل حتمية عمل الحقن المجهري بتحتم أنه يبقى مش جنين واحد وأكتر من جنين هو بكل صراحة إحنا لما بنحطهم اتنين أو تلاتة بنحطهم عشان ندي فرصة أكبر لحدوث حمل رغم أنه أنا في بعض حل أحيان لو هو في فرصة لأنه أنا أحفظ بعض الأجنة خارجي بحفظها ولكن أنا بدي فرصة أكبر للحمل فعند حدوث أكثر من حمل جنين أكتر من جنين سابت في قلب الراحم فبالتالي في الحالة دي بضطر إلى أن أنا أعمل يعني بعمل بنزل بعض الأجنة وخلي هو جنين واحد بس اللي موجود أو اتنين على حد الأقصى ما سيبش أكتر من كده ليه؟ لأن حدوث أكتر من اتنين ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة وفقدان هذه الأجنة مبكر جدا فبيكون الموضوع يعني خطر جدا في إجازة دكتور عايز حضرتك تبلغ سادة المشاهدين بروشيتة بأهم التحاليل والتشخيص اللي ممكن يقدروا يعملوا لكل المقبلين على الحقن المجهري إيه التحاليل اللي يقدروا ياخدوهم معاها وهم رحيم الدكتور هو بالنسبة للمقبلين على زواج ككل المفروض لأنه ننظر لنظرة أكتر من كده شوية فيه بعض الهرمونات اللي هي لازم تتعمل للزوجة وتحليل سائل المنوي للزوجة أما بالنسبة للمقبلين على الحقن المجهري فده بتحتاج بعض الفحصات طبعاً التحليل الهرمونات وتحليل سائل المنوي دولي من أهم الحاجات ولكن لابد من أنها تكون يتعمل لها إشاعة ثلاثية الأبعاد خرر أنه نفاش أي جنس حاجة أن نشوفهم برضو حجم البوايدات مقرر فيها يعني فيها تفصيل كامل من موجات الصوتية ثم إلى أن يكون مرت وعمرت لازم منزار بطن لاستبعاد وجود حاجة زي زي إيه؟ البطنة الخارجية للرحم إذا كانت موجودة من هذا القبيل أو وجود التهابات في قلب أنبوبة فلوب لأن وجود التهابات تؤدي إلى نزول بعض الجراصيم في قلب البتاع فبالتالي يؤدي إلى إجهاض الحمل المجاري فلابد أننا نتدخل ونعفلها أو بنعالج البطنة الرحمية المهاجرة يعني البطنة الرحمية ده عن طريق المنزار بتاع البط أو بناء نكون لازم ولازم تكون عاملة منزار رحمي عشان نتأكد أن تجويف الرحم ده هو تيصلح لوجود حمل وإذا كان فيه هناك وراء من يكون يستقصل أسنانك بس دكتور يوسري طبعا مش هينفع أن حضرتك تكون ديفي الكريم النهاردة ومستغلش الموضوع ده وأتكلم عن موضوع المشيما الملتصك في إجازة سريع أنا محتاج أعرف من حضرتك عشان وقت البرنامج يعني إيه مشيمة ملتصقة وإزاي بتعمل تشخصها في البداية عشان نفهم سيد المشاهدين اللفظ نفسه فيه كتير من سيد المشاهدين مش هيكون فاهمينه يعني إيه مشيمة ملتصقة هي مشيمة ملتصقة يعني هذه المشيمة التسقت بعضلة الرحم شخصيا وليس بالتجويف الرحم هو الجرة العادة إلى أن المشيمة بتلتصق بالتجويف الرحم ولكن تشعب هذه المشيمة وتدخلها في قلب الرحم نفسه فدي اللي احنا بنسميها مشيمة ملتصقة ودي لها أنا بقول ملخص ودي لها كذا درجة من الدراجات تمام ودي بتنتج من إيه؟ بتنتج من وجود جراحة في قلب الرحم أهم أعراضها اللي بتكون على الحالة إيه يا دكتور؟ ما فيش أعراض ما فيش أعراض؟ وما الحالك بتكتشف إزاي وجود مرض المشيمة الملتصقة؟ بالضبط هو ده مش مرض يا فندم ده حضرتك واحدة حامل المشيمة بتاعتها بتيجي تلتصق في حتة فيها جرح قبل كده زي وجود قيصريات أو وجود أورام لي فيها عملية أورام لي فيها ما بتسببش أي ضرر للسيدة؟ لا دي ممكن تسبب نزيف ممكن تسبب وفاة السيدة أثناء الولادة إن لم تشخص تشخيص جيد ووضع في الاعتبار المكان اللي هتولد فيه ووضع في الاعتبار الدكتور اللي داخل يولد السيدة دي هيعمل إيه عشان يفصل المشيمة دي وإذا هو ما أقدرش هيك من كده ممكن تسبب مشاكل كتير جدا سوري يصري أنا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزيزي المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتع في برنامج دار الطبيب الفكرة الجاية معايا يا دكتور إسلام أبو السعادات وحنتكلم عن أهم ما يتخال وصل إليه الطب في جراحات العيون نتوزي رون اشتركوا في القناة